طيب الموانس عادلي قال الاهلي الشروط الاولاني الشروط الاولاني مش افضل اشواط الاهلي بال يمكن اقل بكتير جدا من اللي الناس كانت منتظرها بس على فكرة كان فيه ظروف قهرية الناس موقفتش عندها الفرقة وهي بتسخن مش بس ياسر ابراهيم لعب مكان عمر السلية عمر السلية اصيب لانه مبدئيا الاهلي حظه في توقيت المباراة اللاعب الدوليين لعبت حمل بدني في خلال تلت اسابيع ست مباريات يعني بالضبط كل تلت ايام مباراة يقيم مع المنتخب او لما راحوا مع النادلين في مباراتين 120 دقيقة بكل الضغوطات اللي كانت في كاس العرب منهم السلية عشان كده في فترة الاحماء خلاص الدنيا ستفت والاوراق ترتبت والخواجة وزع المهام على اللعيبة والناس هتلعب السلية اشتكى من السمانة هنا كانت المسألة فيها حالة من الارتباك والربكة اللي كانت واضحة جدا عملت حالة من التوتر عند اللعيبة الوقت مش قصير زاد من هذا التوتر انه الرجاء وفق في الهجمة اللي المهام تصعد لأشار اليها انه سجل بدري هنا الربكة جاية منين؟ رابكة تكتيكية على فكرة الرجل تكرر هيلعب بطريقة 3-4-3 في الطريقة دي فيه اعتماد على حاجتين حمد فتحي زي ما تعودنا بينزل يبقى لبرو خط الوسط ومغطي شوية وراء الاتنين الديفندرز وقدام شوية من السردباكين ده بيدي فرصة انه بيخلق عمق في المساحة دي وبيخلي الطرفين يشتغلوا بشرط انه ايمن اشرف بيغطي وراء علي معلول وبدري بنون بيغطي وراء اكرم توفيق والجناحين يطيروا ففي الحالة دي بقى عندك شغل من الاطراف جامد على انه حمد فتحي في الموقف الهجومي بيتحول يبقى رقم 8 مع الديانج رقم 6 ويزيد عمر السلية يبقى رقم 10 كصانع لعد هنا الاعتماد في الطريقة دي على حاجتين قدرات عمر السلية والمرونة التكتيكية بصير كويس قوي شوتنج عالي يعني في الحالتين يقدر يعمل تكملة هجومية فعالة شوية اذا الورقة اللي انت معتمد عليها في الطريقة دي تعتمد بنسبة كبيرة على عمر السلية لما تشال عمر السلية للاصابة لعب ياسر ابراهيم فاتغيرت المهام جدا لانه حمد فتحي رجع بهاف ديفندر مع الو ديانج وياسر ابراهيم هو اللي المفترض هيلعب بلبرو خط الوسط او تالت استردباكين هنا المشكلة القدرات الشخصية مختلفة اي من اشرف لسوء البخت ما هوش في احسن حالة بدنية لسه راجع ولماتش راجع مجهد جدا عشان كده تلاحظ انه لغاية لما خرج ما كانش في افضل حالاته مش قادر يكمل يغطي وراعالي معلول وبادر بنون هو وراخر مش بيغطي بشكل كافي في ظهر اكرم توفيق ظهرت المشكلة في الطرفين عشان كده فضلت العملية في حالة ارتباك شديد بسبب غياب عمر السلية وقدرات ياسر ابراهيم المختلفة لانه دفاعيا عشرة على عشرة بس مش هيكمل يبقى رقم تمانية وحمد فتح يزيد فانت خسرت الفكرة التكتيكية فبقت المسألة مرهونة بالوقت ان انت ترجع لطريقتك الاولانية كانت التعديلة في الشوت التاني فرجع الاهلي لسابق عهده او للشكل التكتيك الطبيعي بتاعه بعد نزول محمد شريف المهندس عادل اشار الجزئية مهمة جدا الجون الجون اللي الاهلي جابه فيه شخصية الاهلي في العمل الجماعي بجد بس محدش شاف كتير لعيب كرة بالدهاء والزكاء والمهارة اللي بيرسي تاو عملها في الهدف غير طبيعي غير طبيعي بجد والتصرف في جزء صغير او من الثانية لانه اي حاجة غير اللي هو عمله الكرة في جسم الحارس رح لافي في جسمه داخل الملعب طلع الحارس وزميله برا الملعب خلاص هم بقوا برا اللعب خالص عشان يلعبها لطاهر محمد طاهر اللي فعلا استحق هذا الهدف فهذا التوقيت وفرحته العالية جدا بيه ظهرت كمان لما اخدم على تزديد ضربة الجزاء في وقت حرج لعب مش كتير واخد فرص في الفترة اللي فاتت عنده رغبة انه يدافع عن نفسه وعنده رغبة انه يحقق وجود قوي في الفريق فبالتالي هذا التعاون الكبير في هذا الهدف وهذه العبقرية الفزة جدا من بيرسي تاو اعتقد هتخلي الجون ده جون تاريخي يا باشوانز هنا بقولك لا ينافس الجون بتاع الصفاقس بتاع كابتن ابو تريكا اللي شادي على رأس فلافيو الى قدم ابو تريكا في رستاين جون بنفس التوقيت بعد الناس ما كانت بتلملم اوراقة والجماهير بتحتفل واللعيبة نفسها في الملعب بتحتفل والمشد ده شوفنا لعبة الرجاومة تقريبا بيحتفلوا شكرا للمشترك